فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن مسح عنهما بالتوبة التي علمهم أن يتوبوها آسار عصيان آدم أو سيان يستقبل حياته في الأرض استقبالا نظيفا بغير فزع مفزعه مما أقدم عليهم المعصية وبهذا تكون المسألة قد انتهي منها انتهاءا لا رجعة فيه لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع فينا وهب وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتنقى من الله منهجا لحركة حياته فإن اتبعه فإنه لا خوف عليه ولا حزن وعلمنا أن ذلك مرضه إلى أمور الدنيا وإلى أمور آخرة الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الإنسان ممثلا في أبيه آدم منهجا لما اختار له المنهج الذي يقوم صنعته لتكون أجمل ما تكون الصنعة في نظر الصانع وكل صانع كما نعرف يحب أن تتميز صنعته بالتفوق والإتقان والجمال وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن من اتبع المنهج أو من اتبع المنهج لا يضل ولا يشقى ومن يعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى وقلنا يجب أن نفهم أن الضنك في المعيشة ليس معناه الفقر المادي الذي يتمثل في مقابله الغنى ولكنه قد يكون هنى ولكن النفس ضيقة بأشياء كثيرة تفسد عليها الكمالات التي تتأتاها في الملكات الإنسانية وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موقب الرسالات فاختار في أول سورة نزلت من القرآن بعد قصة بدء الخلق في آدم اختار قصة بني إسرائيل لأنها أحفل القصص بالمصيرات ولأنها أخذت الحيزة الضخمة في كتاب الله وفي تثبيت قلب رسول الله وقلب السادقين معه على الإيمان إذن فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل وإنك لتجد فيه تربية أو ميلادا أولا وتربية ثانيا وبعثا سالسا وعلاجا لشعب من الشعوب أتعبه وأتعب الأنبياء بعضه مما يجعله من أولي العزم من الرسل وإنك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب وينادي مثلا يقول يا بني آدم لماذا يخاطبنا نحو ببنوتنا لآدم أن هذا الخطاب في ذاته يواجه المخاطبين بالنعمة الأولى عليهم في أنه أوجد أباهم من عدم إذن فكأنها تذكير بالنعمة الأصيلة لنا يا بني آدم يعني اذكروا كيف خلقت آدم واذكروا أيضا كيف كرمته وعلمته واذكروا أيضا كيف أسجدت الملائكة له رمزا لتسقير ما في الوجود لخدمته واذكروا إذ أهبطته إلى الأرض بمنهج قيم يضمن له حركة حياته اذكروا كل ذلك فحين يقول يا بني آدم فكأن كلمة آدم ستوحي إليك بكل هذه المعاني وأيضا ليفيدك أن ما وصلك من علم ومعرفة إن أردت أن تسلسله فيجب أن ينتهي إلى آدم فهل أبأني تعلمت كذا أو أنت تعلمت كذا أو هذا تعلم كذا من أستاذه وأستاذه تعلمه ممن من أستاذه وأستاذه تعلمه ممن من أستاذه سيسل ذلك فسينتهي كل تعليم إلى معلم لم يعلمه أحد إذن فقول الله يا بني آدم إشحار بجماع هذه النعم كلها في آدم لأنك قد تغرع وصلني عن آبائي وصلني عن قومي وصلني عن آلي وصلني عن أساتذتي لا رد ما وصلك عن أساتذتك وعن أهلك وعن قومك إلى من قبلهم ورد من قبلهم إلى من قبلهم فستنتهي المسألة إلى آدم وآدم ممن أخذ يجب أن تنتهي إلى أنه أخذ من الله وقل له لا سلسل كل نعمة في أي جهة من جهتها فستنتهي إلى آدم ثم قل وممن أخذ آدم فستقول قطعا أنه أخذه من الله شكرا